اشتركوا في القناة يا أغلى من روحي ودمي ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينا وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينا وكلك طيبة يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة يا حبيبة 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 من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي تحملي الهمت دا للزبال زمان سهرتي وتعالتي هشلتي من عمري ليالي ولسه برضو دلوقتي تحملي الهمت دا للزبال انا موت سهري وتباتي تبكري وتسحي من الاداة وتيجي تشعري يا ارب سليتي يا اوفي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة يا حبيبة ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة تعيشني يا حاببتي يا أمي ويقدم لي رضاكي ده أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاكي تعيشني يا حاببتي يا أمي ويقدم لي رضاكي أنا روحي من روحك أنت وعيشة من سر دعاكي بتحس بفرحتي قبل الهدى بسنة بتحس بفرحتي قبل الهدى بسنة وتحس بشكوتي من قبل ما حسنا يا رب سليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة ست الحبايب يا حبيبة يا أغلامي الروحي ودمي يا حبيبة وكل إيمان يا رب يخليكي يا أمي يا رب يخليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة يا حبيبة الله يا فيروز الله كثير كثير فيروز أركان النشيد الوطني لعيد الأم ست الحبايب للراحلة الرائعة فايزة أحمد افتتحنا بها دلوقتي فقرتنا الخاصة بالاحتفال بعيد الأم وهتكون فقرة متنوعة فيها نمازج رائعة للمرأة المصرية الأصيلة خلوني الأول أحيي فيروز اللي أمتعتنا بالأغنية الجميلة دياً فيروز أركان مطربتنا الجميلة وفرقتها الموسيقية اللي من ورانا النهاردة كنا نتمنى أن احنا نشوف عزيز الشفع معاك آه والله لكن طبعاً احنا مستنين عزيز يجلنا إن شاء الله في أمسية جديدة بإذن الله أنا عايزة أقول لكل سنة وكل أم طيبة وبخير وكل سنة وكل يعني كنا دائماً مبسوطين مع بعض وربنا يخليهم لينا يا رب وكل سنة وماما طيبة وبصحة وبسلامة جبت المامتك هداية؟ ومسي قول أنا معيكو النهاردة بجد مبسوط قول أنا معيكو النهاردة جبت المامتك هداية؟ لا لسه بس نسو الله هجب لها هجب لها والله أنا والله لازم هجب لها يعني أكيد هي هديتنا الكبيرة يعني مهما جبت ما فيش برده هي هداية بص الكلام الديبلوماسي ده يعني لازم يترجم بالله يا أياما عملت بصراحة وفعلاً يعني لازم هداية ربنا يخليها لك ويخلي كل الأمهات اسمحوا لي أيضاً بعد ما رحبت بفيروس أركان فضراليا فيروس أرحب بي أتنين من المصريات المكافحات اللي منورنا النهاردة في رأي عام الست محروسة والست علا أرحب بيكم وكل سنة وأنتم بألف خير أبدأ معاك ست علا وتقولي لي إيه حكايتك أنا عارف حكايتك بس المشاهد لازم يعرف قصة الكفاح اللي أنت خطيها واللي أنت كتبتيها بعرقك وشغلك في الحلال وتربيتك لبنتك احكي لنا أنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا اسمي عودة عبد العظيم أحمد من موليد منشاية نصر يعني وأساساً عندي أربعة وثلاثين سنة وأصلاً أنا كنت يما اشتغلت في حاجات كتير قوية علشان أقدر إن أنا أوصل للهدف اللي أنا عايزاه اللي هو إيه بقى؟ الهدف اللي أنا عايزاه إن أنا أحقق كل حلمي إن أنا أشتغل وكابح وأعمل حاجة للبلد لإني الناس لدي متعرف إن أنا شجاعة وإن أنا بحافظ على أكل عيشي بشرب وأمانة أنا مش عايز مش عايزك تحكي إنت بتشتغل إيه خلينا نشوف تقرير إحنا عملناه عنك يشوفوه المشاهدين علشان يعني يتخيلوا قد إيه المرأة المصرية ومرأة عظيمة نشوف تقرير عن علا وبعدين نتكلم مع الست محروصة اللي أنا بعمله حكاية بسيطة يعني مثلاً الست اللي كابح الست اللي شتغلت اللي حاسد بي رأيها يبساء اللي هي تبقى حاجة أنا بقوم الصبح بأدري ببقى برحانة بالشيء دوت لإن أنا بشجع نبس إن أنا أشتغل كل يوم الصبح باشرب كبية لبن أو عايب الزبادي وبعد كده أخذ فطر وأنا ندلة وأقول يا فتح يا عليم يا رزاق يا كريم يعني ست خلقت علشان تغل في بيتها رجل يصرف عليها يتبقى بالدنيا كلها يحبها يخاف عليها من أي مهما كان الظروف أنا متزوجة مرتين المرة الأولانية مرتحتش مع حماتي ولا مع جزي طلقني الآن يجاديهم بقى أولاد الحرام وما اللي برقوا ما بيني وما بين جوزي وبنتي دي صورة عايشة بنتي دي أنا دي أنا وهي لما كنا في المكان الواحد يفكر اليوم مرة ده يعيش حياته من غير بعد ما اتطلع كنت بفكر في مشروع حلو أعمل مشروع حلو يعني ممكن أشتغل كذا شغل هنا ممكن أشتغل بتاعة كون ممكن أشتغل بتاعة لعب ممكن مثلا أمتح محلات ممكن مثلا أشتغل وزيفه مثلا تكون مثلا نضافة ومشبئة كذا ممكن تجيب منه القرش ممكن تجيب منه حاجة تستفيد منه يجب نفكر بهدف عشان نقدر نشتغل وفكرت أن أنا أجيب صندوق واتعامل مع الناس الزاي أن أنا بتعامل معهم في شغلي فصراحة فكرت في موضوع الصندوق وكملت حياتي به بقالي مدة طويلة وطبعا ممكن أنا أعمل أعمل قرشين حلوين في اليوم يعني ممكن يطلع لي 20 جنيه ممكن يطلع لي 5 جنيه ممكن يطلع لي 40 جنيه على حسب الشغلانا وعلى حسب الجدمة اللي أنا بلمحها طبعا أنا يعني مبسوطة أو في شغل الشغل أتدر مش مش عالتون مش دايما يعني يعني يوم بيبقى شغل ويوم ما بيبقاش بتي بردو باعد بقول يا رب بقول يا رب الديني من عنده والله أنا بشوفة هون يعني مرأة مصرية مكافحة بتيجي بتبويل جزام وكثير يعني كويسة وهي يعني فقيرة وهيكي يعني قلت الله يساعدها هاي شو عمال تيجي تشتغيل المرأة عمال تبويل جزام وكذا أنا واحدة بقول عيش هي كويسة جدا بتخليني إن أنا أبقى فخورة والنات اللي حوالي بيبقوا كي بيعملوا كده أنت شغالة بالحلال أحسر ما تشتغلي بالحرام أنت كده أولا مثال المرأة المكافحة نشيطة تعتمد على نفسها عرفها ربنا حتى كانت مثال للشابة اللي هي كبحت من عشان تقدر تعيش بعرق جبنة فهي مثال يحتزى به ياريت يا سيادة الرئيس إن أنت تسمعنا دلوقتي لإن إحنا يا سيادة الرئيس محتاجين مساعدتك لنا ده كان تقرير عن كفاح ستة علاء وحضر لكم يعني شفتم بالصوت والصورة هي بتشتغل إيه شغلانة شريفة شغلانة يمكن أنا ما شفتش حد بيشتغلها من يعني النسوان يعني زي ما بيقولوا لكن أنت معروفة قوي الناس آه طبعا يعني بيشكروا فيك وبيحيوك على أنك بتشتغل شغلانة شريفة وكمان بنتك بتعلميها مش كده آه ما بدل ابتدائي آه وطبعا أنا كنت أكمل تعليمي بس مع الأسف بعد وفاد أمي وأبوي آه وطبعا أنا عاشت مع مع الحجة وكده وآه أنا طبعا لما فكرت فكرة الشغلانة الشغلانة الصندوق ديت حسيت أن أنا مبسوطة ومرتاحة في الشغلانة ديت لأن شغلانة ديت هتخليني إن أنا قدامي الناس أشرف واحدة في الدنيا محدش بيضايقك في الشارع؟ بشتغل بالحلال أحسن من الحراب محدش بيضايقك من هم الرجالة اللي بيمسحوا أحزية برضه؟ آه طبعا بيضايقوكي؟ آه لأن كنتوا بنافسة ليهم صح؟ أنا طبعا بشغلانة خلتني إن أنا أحسس حلو جدا لما الناس لما الناس لما بيجي زبون بيتعامل إزاي إن أنا أتعمل معاه إزاي إن أنا مثلا الجدمة أو أنا اللي أعملها أعملها إزاي أتعمل مع زبون إزاي مثلا الصبح بيتبقى الزباين رايحة شغلها بتيجي من شغلها بتلمع الجدم وكده بعمل يعني كل حاجة حلوة بعادي بنايديلك الصح ستة محروسة يعني برضي أنت نموذج للستة المصرية المكافحة رغم ظروفك الصحية بس أنت بتسوقي ترسيكل وتحمله بها أولا أنا بعترض على كلمة الظروف الصحية الظروف البناء آدم هو اللي بيعملها سواء هو معاق المعاق اللي أعرفه المعاق معاق فكر وليس معاق زين بس هو ترسيكل ده حاجة بالعكس أنا حاسة أنها عادية جدا لأن أنا شفت ستة بتسوق عربية مقطورة صح يعني أنا حاسة أن أنا كده لسه قدامي هدف كبير إحنا كنا عملنا تقرير عن سيدة من أنا بتسوق ميكروباس بين المحافظات هو ده إن شاء الله في الخطة اللي جاية إن شاء الله أعمل بالزبط إن شاء الله بس يعني يمكن سوء الترسيكل دوات يعني كليه ظروف معينة أولا أنا جوزي كي فترة وأصيب بمرضه وما قدرش ينزل الشغلة حالت الصحية كانت على الدو في الأول يعني فأصيب بمرض ففكرت إيه اللي أعمله استحل أن أنا أخبت على الحد أطلب منه أي مساعدة مش طبعتي أعمل عدت فكر شوية اتصلت بأحد المؤسسات أنا معي مص المبلغه وعايز أكمل واشتغل المؤسسة طبعا هتسوقت رسيكلة أنا أسوق ترسيكلة أنا أسوق متسيكلة عادي وعايز أسوق ترسيكلة فقالي من الأسبوع كان المتسيكلة عندي الترسيكلة عندي واشتغلت عليه وبنزل الشرع وبسوق وما فيش أي مصعوبة خالص ما فيش أي صعوبة بقالك قد إيه بتشغل الشغلة دي ست محروسة أنا دلوقتي بسوق ترسيكلة بقالي ثلاث سنين أه يعني أول ستة مصري اعتبر بتسوق ترسيكلة في مصر أول سيدة أول سيدة ترسيكلة في مصر هو أنا بجد؟ بجد يعني 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 لأن كان كله بعدي بحوالي سنة يعني فيه ناس يعني يعني بعدي ابتدت الموضوع ينتشر يعني مهي بكتير الأول كان المسألة كانت صعبة ولا شوية يعني ممكن بس بعض الناس تبص يعني مستغربة ممكن شوية يعني خف الدم كده خفيفة على الطريق بعد كده عادي أحسني فيه ناس دي توقفني في الشارع وتقف تنزل تتصور معي وكان فيه فوق سياح تنزل تتصور معي طب خلينا نشوف التقرير اللي احنا عدناه عنك وإزاي أنت بيتمارسي هذا العمل اللي هو مفترض أن يكون شاك يعني حتى على رجالة لكن أنت بصراحة يعني لوحد يفخر أنه قاعد معك ربنا خالي نشوف مع بعض المشكلة اللي عندي إن أنا معاقب أصلاً وبعد بحملة والولادة العقب زادت عندي بيت قاعدة على كرسي مضحر أنا عادي ترسيك لباس وابنزل اشتغل عليه ببيع أفقطع التهدورة كميلة كماليات عربيوت باكب ترسيك لباس وممشي من هنا حوالي ساعة سبعة أوصل لناك ثمانية اشتغل لحد مثلاً بعد الضهنة وممكن أنت بعد الغاصل وقال إن كان بنزل أجيبها من التوفيقية وأحياناً في حاجات أنا بعملها على إيدي وبنزل أبقى عليه حاجات كماليات الصغير فالحاجات دي بنزل أفريش ديها في الشارع ببقى حط الحاجات دي كلها بتمسكلوا معي أو ما دي وبنزل بيكم كل ده وبسوق من النظر لحد دي من يقص زي أي أم عدية ببقى صبح ساعة خمسة يعني أول حاجة بصحة في حاجة لمنصلي الحمد لله أنا وولادي وبعد كده ببتدي أن أنا ألبسهم وستخدمهم مش أولهم وزلتهم وأحضر ساعة نشاطهم منزلوا الساعة ساعة من مصر ألزلهم معي وأوديهم المدرسة وأرجع كامل شغولي وبسكن لنفسي كمان في المدرسة أنا وانا في جيركم الأول في المدرسة نازل من عرسان من المدرسة وأنا طلع أنا فقيت أني لجمية في دور تاني وأنا طلع طبعا لقيد كتير أو شلون وأنا نزل وأطلعهم يا جماعة أنا عايزة أصور بعد إصدقهم علشان أوسطة للمسؤول أقول لجماعة ما ينفعش إن أنا أنزل سلم وأنا 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 معطرج في كورسي عشان أشير معاني طبعا كانوا معطرجين في الأول ففي الأخر وافقوا إن أنا أصور لهم من إصدقهم وللأسف وهم ما بيستوروني وأقعوا فعلا مصر غير مؤهرة لزورة حجاجات القصر بكل ما فيه وسائل المواصلات يعني دايما الأولى محافظة طاهرة يقول إيه فين نزل أوتوبيسات لزورة حجاجات القصر يمكن بشوف أوتوبيس اللي هو بحضرته قال عليه في مدير القصر بشوفه ماشي قدامي بس كده ممكن أشوف أوتوبيس واحد في المنطب إيه دي باختصار قصة الست محروسة زي ما اسمعنا قصة الست علا يعني نموذج من نماذج الكفاح للمرأة المصرية عايز أسألكم أو أسألك أولاد جابولك هداية عدل أم أو لا هم أصلا الهداية اللي ربنا يدهل مش حايزة هداية ربنا يخليك ويخليهم أنا يخليك بتفكروا في أمية معينة مثلا ست علا تحق أنا فكرت في حاجات كتير عوي بس طبعا لما لقيت نفسي شؤلان عجباني حسيت أن أنا عاوز أعمل حاجة جميلة عوي يعني مثلا ممكن حد دكانة حلوة أقدر أن أنا أعرف أشتغل فيها أعرف أن أنا أعمل حاجة حلوة يوم ربنا يكرمني أقدر أساعد الناس الغلابة أقدر أن أنا أعمل حاجات كتير أن أنا حبي للناس خليني والشجاعة والشهامة للناس بتدهيلي وبتخليني أن أنا أقوى وإزاي أن أنا أحافظ على على شغلي وعلى شرف وحياتي ومستقبل ومستقبل بنتي عايزها تبقى إيه إسمها عايشة عايزها تبقى يعني عندها 15 سنة ثلثة سنوية ثلثة سنوية هي جابت الأوائل ما شاء الله يعني وطبعا ده أنا بخورة بها قوي وكده والأبلوات يعني الحمد لله أنا بسعيدة بمذكرتها وبسعيدة كمان في التشجيحة في النجاح والتفوق أنا عايزة بنتي تطلع دكتورة إن شاء الله بإذن الله وحيس إن أنا وحضراتك هست محروسة عايزة أولادك تطلعه أي حاجة هم يحبوها فأكيد هي هتبقى الأفضل لهم ما بحبش أفرد لو أنا طلبت مثلا إن هو يبقى دكتور لو ممكن يلبيلي رغبتي بس ما يبقاش دكتور شاطر صح معاك أنا معاك أنا بشكركم وبحييكم تحية كبيرة جدا لأنكم فعلا يعني حاجة الواحد يفتخر بيها شكرا كل سنة وحضراتكم بألف خير فيروز يعني سمعنا لك أغنية جميلة جدا بمناسبة عيد الأم أنا سمعتها بصوتك وبصوت أنتوا كنتوا مع بعض دويتو مع عزيز الشافي الملحن وهو كاتب الكلمات برضو طبع اللي هي كلها نعم مش هو الكاتب الكلمات هو اللي حن الأمي مال مين عمر طهر بالزبط عمر طهر صح عمر هزعل مني لا دو عمر دو مهم جدا صح كل حاجة في أمي حب نسمعها يلو يلو موسيقى في الرحمة يا ما بشوف الله وبشوف الله أنا في أمي أنا أمي دية بفضل الله أما أنا في أمي في الرحمة يا ما بشوف الله وبشوف الله أنا في أمي أنا أمي دية بفضل الله أما أنا في أمي دي كل حاجة في أمي حب زعلها حب خصمها حب وقرسة البليب دي كل حاجة في أمي حب زعلها حب خصمها حب وقرسة البليب دي حب زعلها حب خصمها حب آآآآآآآآآآآآآآآآ زعلها حب خصمها حب خصمها حب خصمها حب وقرسة البليب دي دي حب ساعة الرضا ينهار ينهار لو في جبل عكسك ينهار ساعة الرضا ينهار ينهار لو في جبل عكسك ينهار وتمشي عالميا وتجري والناس في معجزتك تحتار دي كل حاجة في أمي حق زعلها حق خصمها حق والجنة تحت أدمها حق مصير 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 قم شعرك مصير 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 ويمكن بعض مصير